السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين 31 تموز يوليو يعني آخر يوم في شهر سبعة وإن شاء الله أن الشهر القادم شهر مع أن يكون خفيف الوقت رغم أن التراجعات الموجودة يعني بتبشر بعكس ذلك القمر اليوم موجود في برج الجدي وهذا اليوم يوم مميز بيحمل كثير من الخير فلازم تركزه بشكل جيد القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراخ والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 41 دقيقة من صباح يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراخ وإتلاف الأموال والحرية القمر الآن موجود في برج الجدي يعني اليوم منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر على البعض روح التشاؤم وعشان هيك علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين زي عاق التأمين الجديد أو بوليس التأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة في البداية أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هذه الزاوية تأثرتها من يوم 37 ولغاية يوم 17-8 ذروتها يوم 9-8 ساعة 11-8 دقائق ظهرا يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بينها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ممكن هيك يكون في بعض الخلافات العاطفية اللي تكون لها عواقب وخيمة بالدل على إنها فترة غير مناسبة ده أي جدال أو حوار عاطفي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية تأثرتها من يوم 29 سبعة ليوم 6-8 طبعا ذروتها يوم 2-8 ساعة 2-17 دقيقة صباحا بتسبب تعب وقلق عشان هيك لازم نكون حذرين ميالين للكآبة بتحد من خيالنا وتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن إنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية طبعا تأثرتها من يوم 28 سبعة ليوم 16-8 طبعا ذروتها يوم 7-8 في الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل هاي زاوية بتبدد الحدود في أي مسعى منقوم فيه من ميل للعيش دون مستوانة من بذر مالنا ومننجذب للمراهنات أو الإقمار أو المضاربات المالية وممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو العدالة يعني هذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري تأثيراتها من يوم 21 سبعة ليوم 13-8 طبعا ذروتها يوم 1-8 الساعة 48 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تخلق جو من التسامح بحيث أنه ممكن أن نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومنمد يد العون لإلهم يعني أنها بتدفعنا للتراجع عن خطأ بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة من يوم 28 ستة ليوم 12 هاي زاوية بتسبب عودة وضعية قديمة بتعود بترجع على الساحة كشخص أو موضوع أو علاقة بترجع بتظهر وبتدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها واليوم اتصالاتها المباشرة أول زاوية زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين زحل وتأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مساء يعني اليوم اليوم الاثنين فمنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ أي زاوية ذروتها الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي يلأحد على الاثنين طبعا بتبدأ تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم الاثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبرضو بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن الأفكار والحقوق والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية الساعة 21 و 21 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش طبعا كذروتها ولكن برضو بتبدأ تأثيراتها من موعد بث الحلقة وحتى عصر يوم الاثنين نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية تأثيراتها طبعا هي ذروتها ساعة 24 دقيقة من عصر اليوم الاثنين تبدأ تأثيراتها من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى فجر يوم الثلاثة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها الساعة 11.54 دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها بتبدأ من عصر يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثة بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من عصر يوم الاثنين وبتستمر حتى ما بعد منتصف الليل يعني لغاية عصر يوم الثلاثاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة كمانها بتمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانية عالية جدا وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا أهم شيء أن اليوم يعني إحنا بدأنا في مرحلة اكتمال القمر وفي مرحلة اكتمال القمر عادة أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية نهائيا إلا إذا كانت الطرارية فجميع عمليات جراحية لكافة عضاء الجسم إذا كانت الطرارية ما في أي مشكلة ولكن إذا كان الموضوع بيتعلق بتنظير ومراجعات طبية أو فحصات أو أدوية أو علاجات فما في أي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا الجراحة فما مننصح فيها نهائيا أولا اكتمال قمر وفترة مش جيدة وتراجع الزهرة إذا فترة لا تصلح للعمليات التجميلية نهائيا أما بالنسبة لإزالة الشعر الزهد برضو اليوم الجلد والشعر بأكثر حساسية فعشان هيك منقولها تصلح لإزالة الشعر الزهد في أشخاص أو سؤال من فترة وجدته على القناة إنه طيب يعني معلش لو واحد بده أصلع مثلا بده يشيل شعره إيش المشكلة في الموضوع ما فيه أي مشكلة لكن إذا بده يبطع عملية الإنبات للصلاع أو لإزالة الشعر الكامل فبده يأخذ بفترة تناقص القمر أما في فترة نمو القمر فبصير عملية الإنبات للشعر سريعة جدا عشان هيك منقول يصلح أو لا يصلح لإزالة الشعر الزهد الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أي مشكلة في عملية الشعر ما يزيل في نمو أو في قصر أو بتناقص القمر ما فيه أي مشكلة ولكن الأشخاص اللي عندهم يعني زيادة بالهرمونات اللي بتساعد على إنبات شعر كثيف ومزعد جدا فهدولا لما نقول لهم في حالة أن القمر بيتناقص بيكون يعني كأن خدمناهم بتبطيء عملية الإنبات أما بالنسبة لعملية العلاج فأيضا اللي بدي يستخدم كريمات أو بدي يستخدم أدوية لها علاقة بتبطيء الإنبات أو تكثير الإنبات أو المراجعات الطبية للأشخاص اللي عندهم تساقط للشعر أو الشعر خفيف في حالة اكتمال القمر أو نمو القمر فهي فترة جيدة ولكن في فترة تناقص القمر فترة سلبية جدا لا تصلح لهذا الأمر أما بالنسبة لليوم هل يصلح لقص الشعر التجميلي طبعا عادي قص الشعر عادي ما فيه أي مشكلة بالنسبة لموضوع الصبغ لا ما بنصح فيه وأيضا اكتمال قمر كامل ويوم ضاغط بشكل كبير يعني ما بنصح للقص العلاجي ولكن قص تجميلي ما فيه أي مشكلة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي يعني هو بده ينتقل لفرج الدلو في الفترة القادمة فخلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واثناشر دقيقة فجرا من فجر يوم الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا من يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لفرج الدلو وفترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين طبعا في صندوق الوصف الآن موجود خلو المسار القادم لشهر ثمانية مع سعودة ونحوست القمر وأيضا الفترات الجيدة للعمليات والتجميل والأمور الأخرى فجميعها الآن لشهر ثمانية صارت موجودة في صندوق الوصف أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 53 دقيقة عصرا بصير عمره 15 يوم نسبة الإضاءة 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 15% القمر في الجدي حتى يوم 1 ثمانية سعيد بنسبة 70% الآن في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 100% في ساعات الظهر نسبة السعادة بتنزل لـ 60% وبكمل طيلة النهار على 60% سعيد عطارد في العذرة حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد بيتراجع حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 60% المريخ في العذرة حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت يعني رح يظل بيتراجع لـ 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت قبل ما ننتقل للتوقعات اليومية اللي ما حط لايك أو ديسلايك أو كومنت أو دعمنا بتعليق جيد أو غير جيد أو يعني أي شيء بيجول في خاطرك أو عندك تفكير فيه أو عندك استفسار ممكن أن نجاوب عليه في الحلقات فتفضل اكتبنا إياه في صندوق الوصف واللي مش مشترك يشترك واللي مش عاجبه طبعاً المحتوى وبدو يعمل حضر أو بدو يحط ديسلايك أو بدو يسب عليه فما فيه أي مشكلة بس لا تنسوا أنك تضغطوه على الأشياء اللي موجودة تحت الفيديو معدى تعون الدعم طبعاً وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بيتركز أو بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وما بينفعكم اليوم لا العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاولوا أنك تبرروا عملكم اظهروا مهارتكم اليوم الأجواء جيدة وداعمة للبحث عن عمل وتعزيز العلاقة مع المسؤولين أو إنجاز بعض الأعمال الجديدة أو المقابلات أو أي شيء ممكن يعزز من سمعتك ولكن في بعض التعقيدات من الزوايا البطيئة فعشان هيك بتكون الأمور ضاغطة وأيضاً وجوده في بيت السمعة يعني ما في داعي لتشويه سمعتك بتصرفاتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم القمر موجود في البيت التاسع يعني اليوم نشاط وحيوية واتصالات وبعض موليد برج الثور ممكن يكون عندهم سفر أو تعامل مع أشخاص خارج البلاد طبعاً بتزداد رغبتكم أيضاً في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهم مش إنك ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبياً بتعتبر فترة جيدة أيضاً للامتحانات والمقابلات والنقاشات الأكديمية أو العلمية أو البدء بدورة تعليمية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً القمر موجود في البيت الثامن فمعاناته اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة أي المال اللي معك شريف فيه فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية شوي أهم شي إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة حاول إنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية تتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وحاول إنك تبدأ يومك بروح رياضية وعزز علاقاتك بشكل جيد مع المحيط برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة طبعا القمر مقابلك تماما فبيعزز أي نقاش أو حوار مرن ما بينك وبين الأحبة أو ما بين الأزواج وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن الأجواء ممكن تكون متوترة وعندك بعض التقلب بالمزاج فبدك تركز بشكل جيد وما ترتجل أي عمل الأجواء ضاغطة نسبيا على الطاقة لأن طاقتك ضعيفة والمسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من روحك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم بيركز على العمل وعلى علاقاتك مع زملائك بالعمل فعشان هيك ببدأ اليوم العمل بالتراكم لديكم مع هيك أنتوا عندكم قدرة عالية جدا في إنجاز الكثير من أعمالكم أهمش أنه ما تهملوا صحتكم فترة عمل جيدة فحاول أنك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فعشان هيك بدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء عشان هيك بدك تكون يعني ماسك حالك بشكل جيد وبعضكم ممكن يبدأ بعمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للنشاط الفني والهوايات والعلاقة مع الأحبة أو مع الأبناء وهاي فترة بتحمل فيها أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب بعض الأمور أو تتراجع عن قرار سابق فترة بناءة وإيجابية فلازم تتحرك وتستغلها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء وبتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة بسبب أي انتقاد أو توجيه أي لوم لا إلك وخصوصا الأمور العائلية ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية وبعضكم ممكن يكون عنده مناسبة أو فرحة أو لقاء أو اجتماع عائلي يعني يكون في بعض السرور أهم شيء تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم في أعمال وإنشغلات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات الطاقة عالي جدا اليوم والنشاط قوي جدا ممكن اليوم تهتم برضو بأمور العلاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو لإجراء مقابلة وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وقدرة حتى للحوارات مع الأحبة ولكن بدون عصبية باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك زي ما حكينا نشاط عالي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي أو هدية أو ممكن تحصل على دعم معين يعني الأجواء جيدة حتى على مستوى الجوائز والحضوض ولكن ما تبالغ بأنك أنت تبالغ بحضوضك زي المراهنات والأمور اللي زي هيك ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما فأهم شيء أنك ما تتكبر إذن في طاقة إيجابية اليوم تعمل لصالحك وبتسهل عليك كثير من الأمور أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك كن حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي لأنها فرصة ممتازة لترتيب الأمور المالية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم فترة فيها نشاط عالي لأن نستقر القمر عندكم ورح يقطع مسافة طويلة في برج الجدي عشان هيك أغلب موليد برج الجدي اليوم بيشعروا بطاقة عالي جدا بوسعك السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تجدوا جديد أو تبحثوا عن أي أمر مميز بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترة مثمرة جدا وبداية فترة جيدة جدا فعشان هيك حاول أنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية في بشرة لإنفراج أو تسوية أو خبر كنت بتنتظره برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت المتاعب يعني بتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسب حاولوا إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه بعض الضغوط والعراقيل والامتحانات الصعبة اللي ممكن تخسر من خلالها صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما أهم شيء إنه ما في داعي إنك تتسرع وأي شخص بوعدك بشيء بالفترة هاي يعني لا تأخذ بكلامه كثير ممكن يكون نوع من أنواع التضليل أو نوع من أنواع المجاملات لأنه الأغلب ما رح يوفو بوعودهم وأي موعد ملتزم فيه إذا ما أكدت عليه أكثر من مرة ممكن يلتغاه برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وبتنجحوا في حج التأييد أو دعم لقضيتكم بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنظم بتنظم لجمعية وبتهتم لأشؤون الأقارب أو أقارب الشريك تحديدا أجواء اجتماعية عالية جدا مناسبات لقاءات وحوارات ودعم أيضا من الأصدقاء أو من معارفكم عشان هيك حاول تستغل هذا اليوم بهذا الاتجاه طيب هيك احنا وصلنا للنهاية تقريبا فنوع من أنواع التذكير اللي ما كبسش على الكبسات أو ضغط على الأشياء اللي موجودة تحت الفيديو لايك ديسلايك كومنت شير أي شي من هاي الأشياء يكبس عليها والدعم انسوا الموضوع وما حد يكبس على كبسات الانتساب والاشتراك والتشكرات ما تكبسوا عليها بس أهم إشيء اللي هي الكبسات الأخرى وإذا أنت مش مشترك اشترك وإذا أنت مشترك ومش عجبك الوضع بدك تلغي اشتراكك فالغي اشتراكك وشكرا لإلكم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر